السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاعر حب ومشاعر سلام أبعتها لقلوبكم وأرواحكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة إن شاء الله موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن أسرار الوفرة والغنى فتابعوا معي من أسرار الوفرة والغنى هو أن تعيش الوفرة ضمن المتاحلك بدون خوف من فقده وفي نفس الوقت بدون تبدير في نطاق أكبر من إمكانياتك بمعنى أن لا تحرم نفسك لكي تدخر فيتحول أمر إلى بخل وأن لا تشتري أشياء أعلى من إمكانياتك فيتحول الأمر إلى تبدير وحتى أقربكم لصورة سأعطيكم مثلا فإذا كنت تشتري دائما أرخص أنواع الملابس وأنت لديك إمكانيات لشراء نوع أفضل ولكنك تعتقد أن هذا توفير فهو في الحقيقة بخل يؤدي إلى نقص المال لأنك تعيش داخل عقلية الفقر وشراء أشياء طاقتها منخفضة خوفا من فقد المال والصحيح هو أن تشتري أشياء أعلى قيمة من وقت لآخر دون خوف ودون قلق فهذه ثقة واطمئنان أن الرزق يتدفق ولا ينفد وفي هذه الحالة يتدفق الرزق سبحان الله ويزداد بالفعل نتيجة الإطمئنان بالله الرزق ونتيجة الطاقة المرتفعة من قيمة الشيء الأعلى قيمة وإذا كنت تحاول عيش الوفرة وعقلية الثراء بشراء ملابس قيمتها أعلى من مستواك بشكل كبير وأكثر من الطبيعي فإن الفارق الكبير في المستوى يجعل عقلك الباطن متوترا وقلقا نظرا للفارق الكبير بين دخلك وبين المشتريات وهذا طبعا يسبب خوفا باطنيا لا إراضيا من خسارة كل أموالك فيختفي الإطمئنان ويزداد التوتر من عدم التدفق مرة أخرى فتتحول عقلية الثراء إلى عقلية فقر وخوف وندم عن التبدير فتنخفض الطاقة وبالتالي يقل التدفق فالصحيح إذن أن تشتري من المستوى القريب لك حتى تعتاد عليه ويقتنع عقلك الباطن باقتراب هذا المستوى ثم يعتاده ومن ثم الانتقال للدرجة الأعلى حتى تصل إلى الأعلى قيمة وتصعد درجات الوفرة وعقلية الوفرة بشكل متدرج وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم عن هذا السر من أسرار الثراء والوفرة والغناء إذا أعجبتك الحلقة فالمرجو الضغط على الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك وإذا لم تكن مشتركا في القناة فالمرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة